طيب هو أنت عدت الكلام ده كله ليه؟ كل الكلام ده أنت قلته ليه؟ أكيد مش بقوله للحكايات ده مؤكد أنا هستخدم الكلام ده في حلقتي النهار ده فعمل مقارنة بين ده وعمل مقارنة بين اللي أنا هقوله دلوقتي تعالوا نبدأ بقى حلقتنا النهار ده شباب ونشوف العمل الترصيبي أو العمل البنائي للأنهار هتقول لي هو النهار بيرصب؟ طبعا بيرصب ما ليه الدلتة دي كونت إزاي؟ النهار ده هنشوف بقى الدلتة وهنشوف كل حاجة عن الدلتة وهنشوف حاجات زى تقييمة اقتصادية كبيرة جدا في حلقتنا النهار ده تعالوا نشوف يا شباب العمل الترصيبي أو العمل البنائي يقول لي بنائي أو ترصيبي كلاهما واحد العمل الترصيبي أو البنائي للأنهار طيب علشان النهار يرصب هيتحكم في ده مجموع من العوامل يتوقف العمل الترصيبي للأنهار على تعالوا نشوف مجموعة العوامل اللي بتأدي إلى ترصيب حمولة النهار رقم واحد سرعة ماء النهر العامل الثاني حجم ماء النهر أو حجم الماء العامل الثالث أن يصب النهر حمولته في مياه ساكنة ده كده الثلاث عوامل اللي عندي يبقى السرعة سرعة الماء حجم الماء أن يصب النهر حمولته في مياه ساكنة يبقى عوامل الترصيب دلوقتي ثلاثة المطلوب مني إيه دلوقتي؟ المطلوب مني أخذ كل عامل من الثلاثة بالشرح والتفصيل تعالوا نشوف أول عامل من العامل اللي عندي علشان النهر يرسب يا شباب ده العامل الأول اسمه سرعة طيار ماء النهر أو اختصرها في سرعة الطيار يبقى أنا بتكلم عن طيار المية طيب هو إمتى سرعة ماء النهر تقل يا شباب بيقول لي تقل سرعة ماء النهر نتيجة إيه العوامل اللي تخلي سرعة ماء النهر تقل مبدئيا رقم واحد عند وجود عائق أو حاجز أو سد حاجة تعترض مجرى النهر لما تعترض مجرى النهر ويصطدم أي استضام في الدنيا كلنا عارفين إنها عبارة عن قوة احتكاك وقوة الاحتكاك يتقلل من السرعة ولما تقلل من السرعة فيبدأ النهر يرسب الحمولة بتاعته عارف زي إيه كده؟ زي السد العالي عندنا قبل ما نبني السد العالي الفيضان كان بييجي ويرسب الحمولة بتاعته في البحر المتوسط وانت خدتها في التوازن الأيزوستاتيكي في الباب الرابع طيب لما بدنا السد العالي في أسوان الحمولة بتاعت النهر كلها بتاعت الفيضان بقت بتترصب حاليا خلف السد العالي خلف السد يبقى السد ده أصبح يمثل حاجز أو عائق فالميا لما بتصطدم به بتقل السرعة فبيرسب الحمولة بتاعته يبقى أول عامل سرعة ماء النهر وتقل سرعة ماء النهر النتيجة رقم واحد وجود عائق أو حاجز طبعا أنا ممكن أقلب لك السؤال وقول لك ماذا يحدث أو أنت بتذاكر ذاكرها كده ماذا يحدث أو من نتائج المترتبة على وجود عائق يعترض مجرى النهر قل له تقل سرعة ماء النهر فتقل قدرته على حمل الفتات فيزداد الترصيب أو يبدأ النهر في ترصيب حمولته هل ده الحاجة الوحيدة اللي تخلي السرعة قل لا طبعا ده الحاجة التانية مهمة جدا عندي ومهمة منين من الحلقة اللي فاتت لما جينا نتكلم عن النهر يا شباب قلنا النهر يكون شديد الانحضار عند المنبع المكان اللي جان منه المية وده دايما بيبقى مكان مرتفع الانحضار بيبقى كبير عند المنبع وكل ما بعد عن المنبع وقرب من المصب الانحضار بيقل فطبيعي السرعة قل فالقدرة على حمل الفتاتي قل فيبدأ النهر في الترصيب يبقى الحاجة التانية اللي تخلي سرعة ماء النهر تقل رقم اتنين قلة انحضار مجرى النهر واللي انحضار بيقل من الحلقة اللي فاتت عند المصبات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة